من احدث موبايلات شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية وهو السامسونج جالاكسي اي 15 نسخة الفور جي والنسخة دي من اكتر النسخ اللي هيتم تداولها في مصر وباقي الدول العربية وفي فيديو النهاردة كالمعتاد هنعرف مواصفاتها اسعارها مميزاتها وعيوبها وابلاء من نبدأ الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة لو انت مش مشتركها ويلا بنا على طول نبدأ مع اول حاجة معنا وهي تفاصيل الجهاز وبالاخص الخامات الجهاز هنا بيجدنا مع خامات كاملة من البلاستك والموضوع ده نقدر نولع خلاص اعتدنا عليه في الفئة الاقتصادية وبيكون مع وزن 200 جرام ومن الحاجات الواضحة جدا في التصميم ده انه بيكون مع تصميم شبيه جدا للسامسونج جالاكسي اس 24 اللي اعتبر من احدث اجهزة سامسونج الرائدة وبالنسبة لابعاد الجهاز فالجهاز هنا ابعاده شبيه لاجهزة الايفون يعني ابعاده مش دائرية لا الابعاد بتاعته حادة والجهاز هنا زي ما قلتلكم من بلاستك لكن بيدينا كده من ظهره بعض اللمعان اللي يحسسك النقزاز لكن في عيب في التصميم ده انه بيبصم بسهولة وكمان قابل انه يتخدش برضه بسهولة فطبعا من حاجات ضرورية ان انت تركب جراب للحماية للجهاز ده بالنسبة بالشريح الاتصال فانت بتقدر تركب شريحتين اتصال من نوع 4G او شريحة اتصال واحدة مع زاكرة خارجية لتزويد المساحة لان للأسف هنا ما بتقدرش تركب زاكرة خارجية في منفذ منفصل مع الشريحتين لازم انت تخلى عن الشريحة التانية ودي تعتبر من العيوب اللي موجودة في الجهاز بالنسبة بالنقطة اللي بعد كده وهي الشاشة اللي تعتبر من اجمل الحاجات في الجهاز ده انت هنا معاك شاشة من نوع سوبر اموليد مع ترده 90 هيرتز بالاضافة كمان لسطوع 800 ناتس وحجم شاشة 6.5 انش مع كسافة بيكسلات 396 بيكسل لكل انش وجودة شاشة Full HD Plus الشاشة هنا هتقدم لنا جودة وتفاصيل ممتازة جدا وكمان الوان وسلاسة ممتازة جدا لكن من ابرز العيوب وهي عدم وجود طبقة حماية على الشاشة دي فطبعا من الضراريات برضو ان انت تركب سكرين للحماية على الشاشة دي لان طبعا احنا عارفين شاشات سامسونج بالاخص الاموليد والسوبر اموليد ده كلفت تصلحها لو لقدر الله حصل خدش او حصل مشكلة في الشاشة غالية جدا فاهتم جدا بالحفاظ على شاشة الجهاز ده لان لو حصل فيها مشكلة لقدر الله انت هتضطر تدفع فلوس كتير علشان تصلحها او تغيرها بالنسبة للنقطة اللي بعد كده وهي المعالج والاداء فانت هنا معاك معالج الميديا تيك هيديو جي 99 بدقة تصنيع 6 نانوميتر وده يعتبر من اكتر المعالجات اللي اسمعنا عنها الفترة الاخيرة وللصراحة اثبت كفاءته بشكل واسع وشكل كبير جدا في اجهزة تانية كتير وكمان هنا معانا معالج رسومي ميدي جي 57 MC2 وكمان معانا احدث نظام تشغيل اندرويد 14 بالاضافة لاحدث وجهة من سامسونج وانيو اي ساكس وطبعا هنا هتاخد تجربة اداء كويسة جدا ومحترمة معاك احدث وجهة احدث نظام تشغيل معاك معالج محترم جدا وكويس جدا هيقدم لك اداء كويس جدا في الالعاب المتوسطة والخفيفة وكمان في الاستخدام اليومي هيقدم لك تجربة ممتازة وكمان من المميزات هنا ان الصوفت وير والمعالج بيقدموا لك كده تناغم كويس جدا وممتاز وحتلاحز ان الجهاز هنا نقدر نقول انه يعني ما بيسخنش الجهاز هنا بيتفى بس مع الاستخدام الشاق مش بيوصل لدرجات الحرارة والسخونة الصعبة جدا لا هنا مجرد حاجة خفيفة كده دافية فالموضوع هنا يعتبر لذيذ جدا بالنسبة للحرارة اللي مش بتزيد وكمان الاقتوميزيشن اللي بيحصل ما بين الوجهة والمعالج اللذيذ والممتاز جدا لكن طبعا الجهاز ده بما انه فقا اقتصادية فمش هيكون احسن حاجة في المهام التقيلة والالعاب التقيلة لكن المهام المتوسطة زي ما قلتلك هيكون كويس جدا بالنسبة للنقطة اللي بعتك كده وهي مساعة التخزين فانت هنا معاك اكتر من مساحة معاك ال 128 وال4 جيجا بايت رام او 6 جيجا بايت رام او 8 جيجا بايت رام ونسخة ال 128 وال8 جيجا بايت رام ما بتكونش متوفرة او في مصر وكمان بيكون معاك نسخة ال 256 وال8 جيجا بايت رام ودي بتكون متوفرة في مصر وكذا هنا زي ما قلتلك بيدعم تركيب زاكرة خارجية لكن مكان الشريحة التانية وزي ما قلتلك دي من العيوب لان انت مش بتقدر تركب التلاتة مع بعض شريحتين وكمان ذاكرة خارجية للأسف يا شريحة وذاكرة خارجية يا شريحتين من غير ذاكرة خارجية فلازم تاخد بالك من النقطة دي بنسبة للنقطة اللي بعد كده وهي الكاميرات فانتهينا معاك 3 كاميرات خلفية الأولى والرئيسية 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 لكن للأسف مش دعمة لمثبت بصري OIS والكاميرا التانية بتكون 5 ميجا بيكسل للتصوير الواسع والكاميرا التالتة بتكون 2 ميجا بيكسل لماكرو وبيصور فيديوهات لحد 1080 بي مع 30 إطار في الثانية والكاميرا السيلفي بتكون 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 وبتصور فيديوهات لحد 1080 بي مع 30 إطار في الثانية وبالنسبة للكاميرات الأمامية والخلفية فهتقدم لك تجربة تصوير كويسة جدا وجهاز هنا بس كان في حاجة نقصان مثبت البصري لكن للأسف الجهاز بما إنه فاسعرية أقل من 24 اللي متوفر فيه بالفعل المثبت البصري فبالتالي المثبت البصري مش موجود هنا فلما هتيجي تصور بالجهاز ده هتلاحظ إن الاهتزازات اللي بتحصل من إيدك بتبقى واضحة جدا في التصوير فهتضطر إنك تحاول تثبت إيدك على قدر الإمكان علشان تقدر تاخد صور سابت بقدر المستطاع بخصوص بقى نقطة الصوتيات في الجهاز هنا للأسف بيجينا مع سماعة واحدة بس سماعة مونو بتقدم صوت عالي كويس لكن للأسف كنا نتمنى يعني إنها تكون استيريو لكن السماعة هنا مونو برضو من الحاجات الكويسة هنا عندك مدخل الثلاثة ونصف ميلي الخاص بالسماعات الخارجية والموبايل هنا بيكون دعم لبلوتوث 5.3 وبيكون دعم للإنف سي في بعض النسخ ونسخ لأه فلو إنت محتاج نسخة الإنف سي أكد على البيع اللي إنت عايز نسخة الإنف سي وبيكون دعم للراديو وبيجي مع مدخل شحن يوس بي تايب سي 2.0 وبيجينا مع بصمة في زر باور وبيكون كمان معنا بصمة الوجه والموبايل هنا بيجينا مع مستشعر التصارع وكمان البصلة لكن التقارب بيكون سوفت وير وبيقدم يعني تجربة كويسة جدا أكين وحقيقي ولكن للأسف هنا مستشعر الجيروسكوب مش مدعوم في الجهاز ده الجهاز هنا بيجي مع بطارية بقدرة 5000 مليامبير بطارية عملاقة هتدوم معاك فترات طويلة كويسة جدا ومع شحن سريع كان معتاة 25 واط وزي ما انتوا عارفين رأس الشاحن مش موجودة في العلبة لكن اللي موجود بس سلك الشاحن ودبوس الشريحة وبعض الكتيبات وطبعا الورقة الخاصة بالضمان الجهاز هنا سعره بيبدأ ب160 دولار وصعره في مصر الأقل للنسخة بيكون في حدود 6000 جنيه 6000 ونص كده الحدود دي ودي بقى الأسعار اللي بقى الدولة العربية والأسعار دي ما بتكونش مزبوطة 100% ولو انت بالفعل بتفكر تشتري الجهاز ده فاخد من النصيحة دي وبلاش تجيب أقل نسخة اللي هي 128 وال4 جيجا بايت رام عايز تشتري اشتري من 128 وال6 جيجا بايت رام يعني من الآخر اباد عن نسخة اللي 4 جيجا بايت رام علشان تقدر تاخد أحسن تجربة أداء ممكنة ودي نصيحة لوجه الله أتمنى ان انت تسمعها حتى لو السعر عليك هيكون مكلف شوية بس تاخد أداء كويس أحسن ما تاخد أداء مش ولا بود لان صدقني فرق ما بين اللي 4 رام وال6 رام فرق أسطوري وفرق كبير جدا في الاستخدام وفي آخر الفيديو بتاع النهاردة هلنصح بالجهاز ده ولا لأ فبالنسبة للمواصفات اللي بيقدمها فهي مواصفات محترمة جدا من حيث الكاميرات الشاشة المعالج البطارية من حيث كل شيء بيقدم تجربة كويسة جدا ولكنه بيجي مع بعض العيوب المستفزة ومن ضمن العيوب دي عدم تركيب التلت شرايح مع بعض والتلت شرايح دول خاصين بالذاكرة الخارجية وكمان شرحتنا الاتصال وكمان هنا الشاشة مش بتيجي مع طبقة حماية والجهاز هنا بيجي مع صوت مونو هو قصة عالي وكويس لكن كنا نتمنى انه يكون ستاريو والجهاز هنا مش داعم للجيروسكوب وكمان مش داعم لمستشعر التقارب بشكل فعلي حقيقي لكن الصوفتر الصراحة بيقدم تجربة كويسة نقدر نقول عليه يعني هيمشي الدنيا وآخر عيب معانا وهو عدم توفر الاكسسوارات في العلبة من ضمنهم الجراب السماعة رأس الشاحن ودي الصراحة حاجات انا شايفها انها مفروض تتوفر في موبايل المفروض يقدم لواحد يعني واحد بيدور على موبايل اقتصادي بأرخص سعر بأحسن أداء فبالتالي هو محتاج انه يوفر في الفلوس ويشتري جهاز كامل متكامل شامل كل حاجة فبالتالي انت بتخلينك المستخدم لسه هشتري رأس الشاحن لسه هشتري الجراب هشتري السماعة هشتري سكرين الشاشة فيعني اتمنى يعني النقطة دي في الموبايلات الاقتصادية بالاخص ان الاكسسوارات تكون متوفرة ولو حتى بعضهم كفاية حتى الرأس الشاحن بس وطبعا مستنى شوف رأيكم في الجهاز وفي النقطة دي في خانة التعليقات ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك لو لسه ما اشتركتش اشترك معنا في القناة وما تنساش تعمل شير الفيديو ده لصحبك والاهلك علشان لو بيفكروا يشتريوا موبايل ده ويشتريوا في العموم موبايل اقتصادي معتمد من شركة سامسونج وكويس ورخيص فممكن يفكروا انهم يشتريوا الجهاز ده ولو مزانية كمان معاك مش احسن حاجة وعز موبايل ارخص من الموبايل اللي معنا في فيديو النهاردة ومعتمد من سامسونج وجديد فشوف الفيديو ده للسامسونج جالكسي A05S كنا عاملين عنه مراجعة واتكلمنا عن كل تفاصيله ومميزاته وعيوبه وسعره ومواصفاته انصحك جدا تشوف الفيديو ده